في مقولة بتقول طب انا ممكن انا عملت الرجيم طب ما نستغنى عن الرياضة هل ده كافي ولا لابد ان انا اربط الاثنين مع بعض والله هيك احنا طبعا يعني في الحالة عملية بقى بنقابل بقى يعني عمار سنية كترة جدا يعني بيقابلنا مثلا يعني والدتي ووالدتك وفي عمار سنية مثلا ممكن يكون 60 سنة ومثلا عندهم بقى مشاكل خشونا في الركب او خشونا في الظهر فمش من السهل او خشونا في الفكرات وبيبتدى مثلا يعني طبيب العظام بينصحهم اول حاجة يعني اول حاجة في البرنامج العلاجي ليهم طبعا موضوع نزول الوزن فلما بيقولنا بقى في التغذية او لنصحهم بعمل برامج الرجيم الحقيقة طبعا بيبقى من الصعب ان احنا نصف لهم برنامج رياضي فطبعا غالبا يعني الناس دول في الفترة الاولانية اللي هم ما بيقدرواش يعملوا الرياضة بنكتفي بس بالليات تميلين المنزلية يعني احنا نقول مثلا مجرد تحريك العضلات مجرد الماشي في المكان ولكن في بعض الناس او في بعض الحاجات يعني نسمعها الشائع اللي هي الاستغناء التام عن الرياضة في معتقد موجود عند كتير قوي من الناس بيقولوا ان انا عاملة ضايت فانا هاخس من غير رياضة طبعا الرياضة لها شروط كتير جدا جدا في البرنامج الغذائي ومش برنامج ثابت يعني مثلا ده الموضوع ده individualized كل واحد ليه برنامج يعني مثلا بنت في سن 20 سنة لها برنامج رياضة معينة كل مرحلة عمرية كل مرحلة عمرية السيدة عندها 30 سنة دي لها برضو برنامج تاني في بقى حاجات تانية بتقابلنا في الحياة العملية يعني مثلا الناس اللي بيشتغلوا عندهم شوية انهم يمارسوا رياضة دول بقى بننصحهم ان احنا نوظف برنامج الماشي في خلال اليوم بمعنى يعني ممكن يتحركوا في المكان اللي بيشتغلوا فيه وهو الماشي مفيد دلوقتي اصبح المرور صعب دلوقتي فهم يتمشوا كوي ماشي رياضة اللي عايز يعني اللي عايز حاجة بيوصلها يعني احنا بقول دايما ايه سمشي حيوصل العمل يا دكت يعني احنا بنحاول على قد ما بنقدر يعني ما نخليش الصورة يعني عايزين بس صورة جميلة يعني يا رب خلينا نقرب من الرياضة اكتر وبيقال ان عمل التمارين على معدى فارغة في الصباح الباكر يعني ممكن يكون امر محبز يعني كويس او ممكن امر سيء للغاية اين الخطأ الشائع او الصح الصواب وخطأ يمكن ناس كتير جدا نوع فيه موضوع ان هما بيصحوا من النوم في اعتقاد بقى ان الجسم يعني ممكن انا يعني اوصل لعضلات مشدودة او احرق اكتر ان انا الصبح على معدى فاضية اعمل الرياضة بتاعتي وخاصة اللي انا عندي مشاية في البيت او عجلة سبت او الحاجات دي كلها طبعا دي من الاخطائر رهيبة جدا يعني بعد فترة نوم من 6 ال 8 ساعات او وطيفر عدد ساعة النوم الجسم خاص بيبقى استهلك المادة الغذائية او الطاقة بتاعتها انا بس حيا دكتور على المشاية على طول طبعا ده خطأ رهيب جدا يعني للأسف الجسم ما بقاش فيه تجهيز كبير للعضلات لموضوع الحرق ذات نفسه فالجسم للأسف يعني بعد ما بيستهلك مخزون الجلاكوجين اللي موجود في العضلات ومخزون الجلاكوجين بتاع الكبد للأسف بيحول خيوط العضلات دي لمصادر الطاقة وبيستعملها والأسف قد نصب بموضوع التراهلات مع اللي هو التمرين الرياضية على معدى فاضية فالجسم هيك ليه احترامه في الموضوع التمرين الصحة بقى يا دكتور الصحة حضرتك ان احنا دايما بنعمل التمرين الرياضية بعد وجبة الفطار من ساعة لساعتين اديت انا الجسم اللي هي الستارتنج بوينت او اللي هو الفويل بتاع الجسم في اول ساعة او ساعتين من الصبر وابتدي انظم التمرين الرياضية دي بتبقى بمدة معينة في الناس اللي هم بيبتدوا في الاول برنامج الغذائي دايما بنصحهمش بفترة 40 دقيقة في اول البرنامج دايما بقولهم على قد ما تقدروا يعني مثلا من 10 ال 15 دقيقة بعد كده مثلا بنزود تلت ساعة بعد كده بنزود 25 دقيقة بعد كده بنوصل لحد اللي هو الليفل بتاع 35 دقيقة سواء كان ماشي او حتى ايروبيك التمرين اللي هي الهوائية في البيت حتى المشاية برضو تحدد المدة وبنوصل لحد معدل 35 دقيقة وبنسبة عليه بس بعد ما تكون بتفتر ولا ممكن تشرب عصير نعم نحيك بعد الفطار بساعة او ساعتين على فكرة شرب العصير دم الخطأ اجامد جدا لانه ده بيد سكر دم سريع جدا وبيستهلك بسرعة والأسف سكر الدم بيوتر بعدها بسرعة فطبعا احنا لازم يكون في مادة غذائية قبل التمرين الرياضية مادة غذائية دي ممكن تكون نصر غيف ممكن تكون توست ممكن تكون بقصمات ممكن تكون كبات لبن ممكن يكون بطين مسلوقين ممكن يكون هناك عصير مع توست او بقصمات لازم يكون في مادة غذائية يعني افطار حقيقية افطار بذلك ده لازم يدي الجسم طاقة او المواد الغذائية دي تبتدي تستعمل وتتحول لسكريات بعد ما هي صورة معقدة صورة بساطة والجسم يبتدي يستعملها عشان احافظ على العضلات لانه هيك العضلات هي المصدر التاني للطاقة لما الجسم بيستالك المصادر اللي هي الحيوية اللي هي موجودة في الكبد وموجودة في العضلات بعد كده بياخد خيوط العضلات فانعشان نحافظ على المستوى ده او خيوط العضلات وما يجلناش ترهولات بنبتدي ناخد لهاي الوجبة الغذائية فيه بقى فترات تانية في خلال اليوم يعني احنا دايما نقول الساعة خمسة للمغرب دي افضل وقت بعد مثلا وقبة فتار وقبة غدا مثلا الساعة او ثلاثة بالزبط دي افضل وقت لممارسة الرياضة ومفقدش اي ولا خيط واحد من العضلات احنا طبعا بودنا بس حضرتك معنا دايما في يوم جديد في فقراتنا السابتة طبعا في اطار الرجيم مش الرجيم بس انا بقول عليها التغذية السليمة او حسن التغذية السليمة بتوجه بكل التقدير والشكر للدكتور محمد خيري استشاري علاج السمنة والنحافة والعلاق الطبيعي شكرا لك وصوحي الفلعي مشاهدين الكرام النهاردة حاولنا نعمل اطلالة في اطار فقراتنا النهاردة في اطار الصحافة الالكترونية طبعا باخر اخبارنا المحلية والعالمية في اطار المواقع الالكترونية وفي اطار موضوعنا الرئيسي الالعاب الشعبية في مصر كانت مع زميلتي امال حناوي وفقرتنا التغذية السليمة مع دكتور محمد خيري على وعد بلقاء دايما متجدد معكم مشاهدينا ويوم جديد مع تحياتي عبير عبد الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة